اهلا بكم يا ريتاب لما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بيبدأ فيلمنا مع سامي البنت اللي بتكون من صغراء عايشة في دار ايتام وما كانش عندها صحاب إلا صاحبة واحدة اسمها هيزل بس بعد ما سام وصلت الـ 18 سنة دار الايتام أكبروها انها تمشي من عندهم لانها كبرت في السن وانها مطالبة دلوقتي بانها تشتغل وتعتمد على نفسها ووتها كانت سام زعلانة جدا لانها مقتنعة ان حظها دايما سيء وكمان مدية انها اتوضع صحابتها الوحيدة اللي اسمها هيزل وفعلا بيباني ان حظها سيء قوي لما بتروح لبيتها تأجره والمفتاح بيعف المجاري ده غير انها لما دخلت الحمام المكنسة وقعت وحباستها جوه وتاني يوم لما راحت تقدم على شغل وبدأت فيه كان برضو حظها سيء وبوزت الدنيا بس المدير قرار يصبر عليها وفي يوم من الايام بنشوف ان سام اشترت اكله وقعدت عشان تاكله ووتها جي جنبها قط فيدت ليه جزء من اكلها وفضلت تحكي ليه على حياتها وحظها السيء وبعد ما القط مشي شافت سام قطعة معدنية في مكان تواجد القط فخدتها وبنعرف ان تاني يوم حياتها وحظها بدأوا يتغيروا جدا وبعد بتشتغل بكل احترافية ويومها بيعدي بحظ راعي جدا فاتصلت وقتها بهيزلت صاحبتها اللي في دار الايتام وقالت لها انها عايزة تاديها القطعة المعدنية ديت علشان تغير حياتها هي كمان وتلاقي عيلة كويسة تتبناها ويفضلوا عايشين مع بعض بس للأسف القطعة المعدنية بتاع في الحمام وبتنزل في المجاري وتاني يوم بينشوف ان سام بتروح لنفس المكان اللي قابلت فيه القط وفعلا بيتقابلوا مرة تانية بالصدفة وبتحكي ليه على العملة المعدنية اللي جابت ليها الحظ وانها وعت في المجاري فبيضي القط جدا وبيزعى لها انها وقعت ليه عملته المعدنية ولكنه بيفتكر انه هو غلط انه تكلمه قدام انسانه وبدأ يجري فبتتفاجئ السام وبتفضل تجري وراه لا حد ما بتلاقيه بينزل مكان سحري فبتنزل وراه وبتروح ليه فبيقولها لغط انها لازم تمشي لان المكان ده مش بيدخوله البشر فبيتقوله السام انها عايزة عملة غير اللي ضاعت منها وانها مش مش ماشية الا لما يديها لها فبيقولها لغط ان هو الاول هيفاهمها على كل حاجة علشان تفهم وبيعرفها ان اسمه فوب وان العملات ديات بتتوزع عليه هو وزميله لما نزله الارض علشان ما يحصلش ليهم اي مشاكل هناك وانهم لازم يسلموا العملات ديات للقائدة بتاعتهم لما يرجعوا وقتها بتتجول سام في المكان وبنعرف ان المكان اللي هي راحته مكان بيكون في عدد كبير من القطط زي بوب وكمان نقزمه اسمهم جنيات الحظ وان كلهم بيتعاونوا علشان يدوا البشر حظ حلو وبيعرفها بوب ان الحظ الوحش بيجي للبشر من كائنات تانية تحت الارض وبيقولها كمان ان اللي حط الجوهرة الاساسية اللي تبنى عليها الحظ الحلو والحظ الوحش تنينة اسمها بيث وعيشها معهم هنا فبتفهم سام كل حاجة وبتقوله ياخد الزرور ده بدل العملة المعدنية اللي ضاعت علشان يديها للقائدة بتاعته وانها تلبس لبس جنية حظ علشان ممنوع البشر يتواجده هنا لحد ما تقدر تاخد عملة حظ تانية وتتمشي من المكان وفعلا خطة سام مشيت تمام لحد ما جي موعد انها تاخد عملة الحظ زي باقي المخلوقات اللي في المكان بس برضو بتبوز الدنيا لان حظها وحش فوقتها القائدة حست ان في حاجة غلط فنشرت حراسها في ارض الحظ علشان يتأكدوا لو في دخيل بوز نظام المكان وبنرجع للسام اللي بيتكلم الوط بوبو بوقتها بيجي ليهم جن حظ اسمه جيري وحكت ليه السام على كل حاجة علشان يساعدها ففعلا بيساعدها جيري وبيقولها ان في درون يقدر ان هو يعرف في المكان العملة اللي ضاعت منها ويجيبها كمان لحد هنا بس الاول لازم يلاقي بلورة الحظ لان هي اللي هتتحول لدرون ويجيبوا دراع التحكم علشان يشغلوها وفعلا فضلو التالتة يكملوا فطرهم لحد ما اخيرا ادروا يجيبوا بلورة حظ زي ما هما كانوا عايزين وبوطا فضلت سام تعطل الحراس اسنان مابوب اللي قط بدراع التحكم بيحاول يجيب العملة من المجاري وفعلا يدر يجيب العملة بس ارفجي خرجها من الدرون اللي كانت شايلة العملة بس للاسف الدرون بيتسحب بالشفط لدور فوق وتالتة قرارو يطلعوا بالمسعد بس بسهو حظ السام السيئ ده غادت على زرارة نزلها لأرض الحظ السيئ وتقفل المسعد لما هي طلعت برة فاضطرت انها تتمشى في المكان وكانت خايفة جدا لحد ما بطريقة معينة بتقدر انها تطلع للدور اللي اتسحبت فيه الدرون وفعلا قابلت بوب هناك واسنانهم هما في المنطقة دات بنعرف ان ديها المنطقة المسؤولة على تنظيم الانابيب اللي فيها الحظ الحلو والحظ الوحش وهناك بيقبلوا كائن مسؤول عن التنظيم وبيعرفهم الكائن ده ان زمان انبوب الحظ السيئ انفجر وجي كله عليه بس الستينينة اللي اسمها بيث علجته لمدة 4 شهور لحد ما تشال منه الحظ السيئ وحبه بعد اسناء الفترة ديت بس الستينينة قرار اتسيبه لان الحظ السيئ بيجي لي دايما لانه شغال في مكان منبع الحظ السيئ والحلو وقتها قارت لي سام ان كل اللي عايزاه هو درون كان فيه عملة حظ فبيقول لها وحيد القرن انه لا يدرونه العملة بس سلم العملة للقائدة وقتها مش بتستسلم سام وبتكرر تروح لبثة التنينة وبتقول لها انها عايزة عملة حظ جديدة وبتجدب وبتقول انها جنيت حظ فبتوافق التنينة تديها لها ولما بتكون سام هتمشى اخيرا بتلاقي ان القائدة بتيجي للقطبوب وبتقول له ان هو اديها زرار بدأ العملة الحظ اللي المفروض يديها لها فبترفق تسام انها تباوز حياة بوب فبتدي للقائدة العملة الحقيقية وبتقنحها ان بوب تلخبط وفعلا مشكلة بوب بتحلها سام بس بتكون مشكلتها هي ما تحلتش وبالصدفة وهي فيما كان الحظ الحلو والحظ الوحش بتلاقي ان هيزل صاحبتها وافق قدام دار الايتام والمفروض فيه اب وامها هيجوا يتبنوها بس خايفة ما يجوش فبتوقف سام تدفق الحظ السيء في العالم ولما بيكون العالم كله حظه حلو باللحظة ان التدفق اللي في الانبيب الخاصة بالحظ سيء زادت فبتنفجر في ارض الحظ وبتنتشر في كل حتة وباللحظ كمان ان الاتصال ما بين ارض الحظ والارض بينفصله وبنفهم ان ارض الحظ ما عددش هتفيد الارض باي حاجة فبتضطر سام انها تقول القائدة والتنينة بيث على كل حاجة بس وقتها بيث بتكون حزينة جدا وبتقول لها ان الاعتذار وقت وفات وانها تحتاج دصنع جوارة حظ تانية وان ده شيء صعب جدا وبيتخلوا كلهم وقتها عن سام الا بوب اللي بيجي جنبها وبيقول لها انها طيبة جدا لان رغم تخلي الكل عنها هي قبل كده كانت هتدي العملة لهيزل صاحبتها وبقتها على نفسها وكمان ادت العملة بتاعتها للقائدة علشان تنقذه هو من خراب حياته بس بيقول ان لو هو وهيزل حظهم حلو فده هيكون بسبب وجودها في حياتهم فبتعاية تسام من الفرحة وبتكرر ما تستسلمشه وبتروح لمنطقة الحظ السيء وهناك بتتفاجئ ان كل الكائنات رغم حظهم الوحش طيبين جدا ولما بتطلب مساعدتهم بيديها قائد للمكان حظ حلو كان مخبيه فبتروح سام تاني للتنينة اللي بتقدر انها تصنع من الحظ ده جوهارة حظ حلو وجوهارة حظ وحش وبتكون التنينة هتحط في العالم الحظ الحلو بس ولكن سام بترفض وبتقول ان الحظ الوحش خلاها تتعرف على هيزل وبوب اللي بتحبهم جدا وان ده خلاها فرحانة جدا وبتحط بنفسها الحظ الوحش للعالم في آلة التوازن وده خلا العالم يرجع لطبيعته وبنعرف وقتها ان سام ادت حظ حلو لمنطقة الحظ الوحش كمكافأة لهم ان هم مساعدوها وكمان قرر بوب ان هو يرجع للارض مع سام وبنعرف وقتها ان هيزل العيلة اتبنتها وبيسمعه لسام تاخدها في الاجهزات وبنفى من رغم برضو حظ سام السيء بيت مبسوطة ومعادتش حاسة بالواحدة ابدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة